بعد الاختلال الذي شهدته نسب تلقيح الأطفال في الجزائر جراء جائحة كورونا العملية تعود لوطيرتها المعهودة حيث يبلو عدد الأطفال الملقحين سنويا أكثر من مليون طفل نسبة عالية عالية ما شاء الله عندنا مليون طفل يلقح كل عام وعودة التي يعني بعد تلقيحة الكوفيد الكوفيد هو اللي يخلى نسبة تلقيحة نقصة شوية لكن بعد عودة الحياة الطبيعية للجزائر ولا تلقيح ما شاء الله مما توفره من ناحية توفير لقاحات في الأسبوع الوطني للوقاية يؤكد الطباء ومختصون أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة فيما يتعلق بعملية التلقيح خاصة بالنسبة للأطفال الأقل من خمس سنوات وضعية من شأنها تحصين الأطفال من مخاطر الأمراض مستقبلا عن طريق التلقيح تم القاضاء على العديد من الأمراض نهائيا في الجزائر يمكن الكلام عن شلل الطفولة يعني هذا من جهة ومن جهة أخرى تم أيضا تقليص العديد من آثار الأخطار الوبائية بفضل التلقيح ضرورة إطلاق برامج اليقظة والوقاية تبقى من أولويات الوزارة الوصية لضمان تنشئ سليمة خصوصا في ظل الأزمات الصحية التي باتت تهدد العالم ترجمة نانسي قنقر